السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم غادي نشوفوا واحد الوصفة من بين الوصفات اللي خاصها تكون روتين عادي عند مون مرض السكري يعني اللي مرض بالسكار رخص المكونات الغذائية دياله دياله كل نهاره كل شهره كل عام تكون كلها كتلعب الضور ديال انها تخفض مستوى ديال الخزان وتنظمنا السكار يعني الانسان خاصو يقول لي عرف امسى السكار دياله كيرتابع واشفاش كانو دمع الصباح ولا من وراء الفطور ولا من وراء الغذاء ولا من وراء العشاء يعرف هو يقول لي هو الطبيب ديال راسه ويلاخداء واحد الروتين اللي انه ياكل فيه ما ياكلش فيه الفواقه بزاف ما ياكلش السكار ما ياكلش الخبز ما ياكلش المكونات اللي كتطلع عنا السكار ولا كتطلع عنا الخزان غادي عيش عادي بحلو بحي اي انسان والاعماره بيدي اللي حتى غادي يصالي العمر دياله هي اللي غادي يمشي عند الله يعني ان الانسان اللي فيه مرض السكار رخص يخوض واحد الرجيم اللي يمشي عليه طول حياة دياله ومن بينهم هاد الوصفات اللي غادي نديرو فيها المقويل الاساسي لزرعة الكتان زرعة الكتان رايزوينة بزاف لا بالنسبة للتجميل ولا بالنسبة كذلك حتى للصحة وخصوصا بالنسبة للصحة وهنا زرعة الكتان دور اللي غادي تلعب زرعة الكتان غادي هي مليئة بالالياف اذا ايش كتدي الحاجة اللي كلينها كتهضم بسرعة كيولا عندنا الجهاز الهضمي كيولا عندنا صحح كيهضم لنا انا كنحاول باش نشرح بواحد الطريقة اللي فهموها الناس كياملين اي مستوى ثقافي ولا علمي يفهمها زرعة الكتان اش كتدير كتصحنا الجهاز الهضمي بزيان الجهاز الهضمي من بين الادوار ديالها ايلا اخدنا بواحد طريقة كتغلط ويلا اخدنا بطريقة اخرى كتنحف هي انها كتايكيليبري للدور ديال امها اش كيولي اي ما اكون من الجهاز الهضمي if you can wag him Behavior your avez using milk for use كيهيد ايه يعني راه واحدة واحدة لله اي وحديه الزير علي هي صادقة داين الامعاء والجهاز الهضمي اذا كانت صديقة ديال جهاز الهضمي يعني اي حاجه كيليناها كناعرفو الادك شي لكناكلو هي طلعنا θ harbor ايلا كليناه بزاف وخلخوضو الرجيم الي一咣 لاتفا بزاف غي طلعلك الس harbor لا إلا كان عندك الجهاز الهضمي مزيان وكيخدم مزيان كيساعدنا ذاك الألياف اللي كينفز زريع الكتن كتساعدنا على ذاك الهضم مع الرجيم اللي غادي نديره كتهضم ندك السكريات بسرعة وكيهفطه وكيمشي وكيخرجه هذا هو الغول أو الدور دي زريع الكتن إذا نستعملها ونستعملها في هذا الوصفة كمكون أساسي ومن بعد غادي ندفع عليها مكونات أخرى اللي تاهية عندها تقريباً نفس النتيجة بالنسبة للموني مرتزكر وبالنسبة الجهاز الهضمي غادي نشوف المكون الآخر اللي تهو زوين بزاف وهو يعني مخصوش تهو يخطى من كل منزل اللي هي الحلبة وكيف ما قال عليها الدكتور الفايد قال بأنه يعتبرها بحل تهب هاد الحلبة راه هزوينا لخصها تكون في المنزل لأنها أولاً كتحيدنا الناس اللي كيطلع عليهم دك البلغم بزاف الناس اللي كيدرهم المعيدة راهي لا تصاحبوا مع الحلبة ما غداش مقدرهم باتاتاً الناس اللي عندهم لقاز اللي عندهم دهون والناس الحلبة كانوا واحد الطريقة اللي كتشفتها بالصدفة هندي نديرها معكم إن شاء الله اللي كتسمن بواحد الطريقة رهيبة رهيبة بزف وغادي نقول لكم علاش أنا كتشفتها وما عمري ما شفتها وإنما درتها بواحد الطريقة غير باش ما نديرش الريحة ديالها باش ما تقاش فيها الريحة ديالها ووحد كتشفتك واحد كتشفتك الشاهية وكتشفتك واحد يعني كتسماني بسرعة إلا ما بغتيش تسماني إلا ما خاصكش تستعملها بهذاك الطريقة أما هنا غدي نستعملوها بطريقة جيد عادية لأن الطريقة باش قدلنا السكر وتهبطنا الخزان ماشي هي الطريقة ديال تسمينها هدا هو الخطأ اللي ترتاكبه من بعد غدي نضيف المكوين الثالث اللي هو غني على التعريف كي يوجد في كل منزل سواء عربي ولا في أي منزل في العالم كي ينهد المكوين اللي هو قاتي ولا الشيء هو المعروف عليه هو الضور الكبير اللي كيلعب هو موضات ديال أكسادا زوين بزاف بالنسبة للجهاز الهضمي وفي القديم ولا حتى بعد الناس اللي حد الآن باقيني لاجاهم الإسهال كيشربوا واحد شوية بحال هكذا حبوب بالماء واحد الشخطرات ولا ثلاثة في النهار وكيحيد منهم الإسهال ذاك الإسهال الفاضح أنا كنخوض هاد النوع من بعد غدي نوريكم الكرتونة دياله هنا غدي نخوض خديت واحد الملعقة ذي زرع الكتن ودرتها في هاد التبصيل اللي أنا زرع الكتن هذه بحرة جايبها بقى ما منقياهاش نقيت الملعقة ومسحتها وهنا كذلك واحد الملعقة ديال الحلبة هنا عندي أنا الحلبة البلدية لكتشوفوا اللون ديالها راه قاتم بحال القهوي وكين هادك الحلبة القهوي صفرة تهيارها مزيانة تهد الملعقة ديال الحلبة راني مسحتها ونقيتها مزيان وغدي ندير ملعقة ديال الشاي ولا ديال اتاي اي نوع وكيف ما قلت لكم انا كنستعمل هاد النوع ديال النحافة راه زوين بزاف عجبني لقو دياله اكتر وهذا رفات اللي قدرتوا معاكم شحام خطرة مرة كنوري ليكم الكرتونة مرة ما كنوريهاش لانه كان بعض البنات كيبقى بيقولك دائما واش انتدار اشهار لله رغير اختيته بالصدفة وعجبني وبقيت كنستعمله وهنا المكوه الرابع والاخير اللي هو القرفة او الدارسين هال القرفة راه زوينة بزاف را كتحبطنا مستوى السكر بالدم كينين بعض الناس اللي كيكون عادهم السكر طالع وداروها هوم داروها يعني روتين يومي انا في المشرب اتاي ولا القهوة ولا الحليب كيستعمل فيه القرفة فاشكي عبر كيصيب بانه راه نسبة ديال السكر كتبط ما كتبقاش طالعة بزاف والقرفة راه زوينة بزاف صافي هاد ومار بعدي المكوينة لغادي نحوط زرع الكتان الحلبة اتاي القرفة وانا هنا كيف ما شفتهم سحتهم ونقيتهم بالنسبة لزرع الكتان وبالنسبة للحلبة وغادي نطحنهم كاملين باش ما ننقش نطحن شوية بشوية وهاد كل ملعقة من المكوينة راه غادي ديرو لي واحد الكمية كتير اللي ان شاء الله ما غادي نسالي هاد الكمية في واحد يومي الى ثلث ايام حتى السكر غادي عندي غادي ينطادم وكذلك الناس اللي تكون عندهم ترى كومي طالع بزاف راه كي يبدأ ينخافض وهاد المكونات راه ماشي ضروري انك تديرها واحد سيمانة وتحبسها تقدر يتبقى يديرها روتين دائم ما عاد الحامل والمرضع دائما يبعدوا على العشوب وخصوصا بالنسبة للحامل والمرضع خصوصا حب برشاد والحلبة كذلك بزاف ديال العشوب وبزاف ديال التوابي اللي خاصهم يمتانعو عليها حتى ان شاء الله تدوز فترة الحمل والمرضع بخير على خير ومن بعد يخوضوا اي مكوين هما بغاوا هكذا كتكون هاد المكونات من بعض المطحنته كتكون شوية حرشة انا غادي نغرب لها وغادي نوريكم عليش انا غادي نغرب لها وصفة سهلة وزوينة وهاد المكونات يقدروا يكونوا عند اي مرة في المنزل يعني مرة كتكون شوية مشاحات قبز زف وانما شوية تكون كتدير فيسر غا تكون عندها ديمة الحلبة تكون كتدير وصفة ديال زرع الكتان لشعارها غا تكون عندها ديمة زرع الكتان وكان عارفو ايتي والقرفار هم موجودين في كل منزل من بعد ما غربلتهم بقليه هد شوية حرش هذا وبقليه لاخر اللي رطب هاد اللي حرش والرطب غادي ندير بهم لان انا غادي ندير معاكم شوية وصفات واحد الوصفة غادي نديرها امامكم واحد الوصفة غادي تشوفو اش غادي نقول لكم فيها هنا غادي نخوض واحد الكاس اللي غادي ندير فيه الوصفة اللي غادي تشرب من بعد الاكل يعني دروها من بعد الاكل سنعرفو الى كلينة شي حاجة وحنا ممارين حنا عدنا مرض السكر من الصعب انها باش يتحرق السكر اذا غادي نديرو هاد الملعقة صغيرة فوح الكاس ونزيد عليه لما اللي كي يكون طعب يعني غالي لدرجات الغاليان وغادي نخلط بحالك ده واحد شوية وغادي نغطيه ونخليه واحد اربع ساعة واللحتك يبرد مزيان يعني نقدر نشربو ومن بعد غادي نصفه ونشربو امتى غادي نشربو غادي نشربو من بعد اي اي وجبة كليتانة من بعد الفطور نشربو من بعد الغداء نشربو ولو انقدر نشربو حتى ثلاثة خطات ولا اربعة يعني من بعد كل وجبة غادي نستعمل هاد الكويس انا استعملته من هادا الحراج هادا الارطب حتى هو نستعمل منو هادا الكويس يعني فش يتقادل هاداك الحراج نهاك ده نستعمل منو نديرو في كويس وندفع عليه الماء ونخليه حتى كي يطلاقه ونصفه ونشربه الوصفة الاخرى اللي غادي نستعمل بهذا الرطب فقط وما نقدرش نستعملها بالحراج هي انني دوك الناس اللي كي نوض مع الصباح كعبره السكر وكسبه وطالع ولو في الليل انه يخوض الدواء ديالو ولو انه مياكوش شي حاجه اللي فيها سكرية ولا نخوض ليش حاجه كالطالع سكر ولكن فاش كانوض مع الصباح كيسب سكر عنده طالع اش غادي دير غادي خوض واحد ياورت طبيعي اللي هو مسوس وانا من الاحسن كنخوض انا كنخوض ادبا مادرتش معاكم لانا ما حضاش عندي الياورت اما نخوض دك الطبيعي العادي ولا دك ديك ونخسر شي شوية ونضيف لي واحد ملعقة صغيرة من هاد المكون ونخلطون زيان بالبعد ما نخلطون فطر بيه راها وجبة كتكون زوينة بحل فطرتي بلياورت فقط ولكن في نفس الوقت كي يهبط ليك دك نسبة السكر اللي صبحت تطع العام على الصباح البنات ولا النيسة ولا اي احتر الجالة الناس كاملين عندهم سكر خاصهم يتبعوا واحد نمط ديال العيش اللي ما ياكلوش فيه السكر ما ياكلوش فيه الحوز ما ياكلوش فيه البطر ما ياكلوش فيه بزاف ديال فواكه وفنفس الوقت يديرو الحلبة زرع الكتان حب رشاد راكت ولي الحياة ديالو معايد يا بحل ومبحى الناس كاملين حتى لغلطت في واحد النهار ومشيتي لواحد المناسبة وكليتي ولا شي حاجة فاشجي ديري واحدة العشبة من هاد العشوب شربي حلبة شربي زرع الكتان شربي هاد الوصفات وغدي تهبط لك هذيك النسبة ديال السكر وتحركي شي شوية وانتي عايش عادي بحرك بحال الناس نتمنى الشفاء للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته